ناس زمان قالوا خلت راجلها ممدود وراح تتعزي في محمود ناس اللي تعرف هاد المثل تخلينا هكذا يا كومنتاق وتقولنا هاد المثل وش معنتها ولا فيقتاش نتضربو هاد المثل ولا فيقتاش نقولو هاد المقولة انا باذني الله في الفيديو الجاي بعد ما نقرأ كامل تعليقات ستاكم نقول لكم وشنه هي الحاجة اللي ينطبق عليها هاد المثل بوجهة النظر الديالي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد انشاء الله تكونوا لا بس انشاء الله تكونوا مهنيين انشاء الله الفيديو تتاح يتلحقكم وانتم كامل بخير وعلى خير نقول لكم خياتي غبت عليكم وراني رجعت لكم وتوحشتكم بزف بزف شوفوا اليوم جبت لكم فيديو متنوع عفوا فيه وصفات فيه الدخول المدرسي فيه فيه فيلوغ فيه مشتريات وفيه تانية الحاجات اللي ينطبق عليهم حاجة بينك كيمة العادة والعوايد انشاء الله يكون خاطركم واسع وتكملوا المحتوى دع الفيديو للاخر هكذا يارك ورايحين تستفادوا كامل من الفقرات عندنا وصفات عندنا هاد الدخول المدرسي عندي مشتريات عندي فيلوغ مع العائلة يعني خرجنا رح نحوزنا شوية ديتكم معايا المهم هاد الفقرات كاملة ورايحين تشوفوهم من خلال هاد الفيديو اليوم كان اول يوم دخول مدرسي نقول لوليداتنا كامل دخول مدرسي موفق انشاء الله ربي يقدركم ونشوفوكم في اعلى المراتب امين يا رب العالمين كان هالولاني ديناها انا وباباها حاجة بينه بش يكون هادك الدعم النفسي لوليداتنا هما كيكونوا صغار ما راهمش عارفين كامل وش راهم حابين احنا علينا غير نقوسي وهم بارك ونطبعوا فيهم بارك وندعوا لهم بالصلاح والفلاح هذا هو من بعدا كي يكبروهم اللي يقدروا يخططوا للمستقبل التحهم حتى خياتي وليداتنا كي يكبروا يقعدوا دائما محتاجين منا هادك الدعم سواء بدعوا هكذا يا البشر بيحفظهم من كل سوء على بلكم باللي احنا قدما نربيه في ديارنا وقدما نكونوا واقفين على ولادنا هذيك الزنقى برا رح يتخوف الله المستعن هدا مكان شاء الله رب يحفظ ولداتنا من كل سوء امين يا رب العالمين كي ما قلت لكم خياتي في الفيديو تاع اليوم كان حاجات بزاف هادو ما بعض المشتريات اللي اشتنيتهم هكذا يا كي خرجنا هاد تبديلة تاع سروال جين والبيل المروى كانت داخلة بهم بخوم يجوق تاع القرايا بس اح كانت سخانة تقتل انا قلت لها مازال دوكاتي كلبي صغير حاجة خفية فابرك ولا حاجة اللي تكون كوتون يعني مشيقال سروال هقدم زيار على الحمولة حد سخني كتر وكتر ايا قلت لها رجعي الحاجة تخفف درا فهوما اليوم ما رايحين يسلكوك في هاد سخانة وهديك البرودة رايحي جاية ان شاء الله ربي يحيين ويعطينا الصحة والقدرة ونجوزوا اليامات كي ما كانوا بردين ولا سخونين على كل حال زد في الششة عمري وانا ما نغفلش على روحي كامل خياتي انا ما من النوع تع الناس اللي كما نقولوها بالعامية نحب نعطي الروحي الطريحة نحب نلبس نحب نشري سواء البرة ولا للدن نحب دائما نتهال في عمري وهدرنا في هاد الموضوع يعني في بداية القناة كان فيديو طويل وعريض نقدر نقولكم 95% من السيدات ولا من المتتبعات تاعي كامل كانوا يوافقوني الراي في الكلام اللي قلتو وبعد السيدات الثانية قالوا لي لا لحنا نفضلوا ولادنا على روحنا احنا نعود نحكي في هاد السجيع الخفيف برك خياتي يعني ولادنا رايحين يكبروا وعندهم فرصة باش يديروا حاجة بزاف ما ناش نقولو نضيعوا ولادنا باش نعيشوا احنا هادية تولي في الانانية في الانانية ولكننا راني نحكي على الاعتدال اي انسان عنده ولاده علاش هو يحط روحه على الرف عندي وليدي يلبس وليدي نلبسانا عندي بنتي تلبس بنتين نلبسانا كين الزوج يلبس الزوج نلبسانا يلبس وليداتنا عندكم المقدور وشريته وش حبيته وزين يملح ما عندكمش المقدور لازم هادك المدخول رايح يتقسم على افراد العائلة افراد العائلة كامل رايح معنية باش تاكل باش تشرب باش تلبس من باب الواجب علينا احنا كاولية يعني باش نديرو هاد باش نوزعو هاد الادوار كامل وتانيت احنا كينكبرو نصيبو حاجة بزافتونا يعني يقول لك بعد ما شبع القولو الحجاب اول انسان راه رايح ينتقدك هو هادك العبد اللي ضحيتي عليه انت راك يطيتي له الماكسيموم نحيتي من لحمك ووكلتيه نحيتي من لحمك ولبستيه نقصتي من عمرك وعطيته مي هو دائما كي يكبر هادك الانسان ما نيش نقوله هادا الجفا ولكن في علم النفس لو كان نفسروها بالمنطق نصيبه الانسان لهادك دائما يلوسوفي دائما انت تطيله وما يطيلكش نحي من لحمك وتطيله وما يتعلمش معنى العطاء ولكن انت كي هادك الطفل راه رايح يكبره حيقول لي مسؤول حفوان على اسره هاد الطفل بطبيعة الحال راه رايح يتعلم كيفاش يشارك الحاجات مع العائلة الصغيرة التاعو قبل ما تكون هادك العائلة يعني اللي خرج هو منها المهم هادا موضوع راه طبيعي وعريض خياتي انا ولا غا نحب نحكي لكم بزا في هاد المواضيع ونحب نعطيكم الافكار كيفاش انا نخمم نخمم ما نبلي ولادي يكزيستي في حياتي حاجهم مهمين في حياتي ولكن نفسي تاني تعال اندها علي حق انا ولا الزوج ولا ولداتي دائما نحب انا نفكر بهذه الطريقة نشري انا نشري الولادي يشري الزوج ينشره لنا كامل هكذا يولي يكون محتاج حاجة اكتر من وحدة اخر حاجة بينا راه ورايح يشريها ما راهوش كامل مشكل الاش راه ووحدة اخر مش راهاش ولكن يلبسوا غير دراري بركوا يقعدوا الاولياء هذا خطأ يلبسوا الاولياء ويخلوا ولادهم هذا تانيت اكبر خطأ وتانيت يلبس الزوج بحكم هو راهو يخرج ويخدم وشغل هديك العائلة فدار راهي شغل كل يرجي الكراسة انا تانيت عندي هذا شي مرفوض كي الناس بزيف للأسف الشديد هذا هو الواقع المرتحهم هذا الزوج يخمم غير على نفسه هو برك يقول كنا لي نلبس انا اللي رانين نخدم وانا اللي رانين نتعب زي ما احقا احقا هديك الكسير جالي راهي في الدار مسكينة هديك الخدمة تحالو كنا راهي تخرج تخدم في الزنقة راهي رايحة تجيب اضعاف تا هدوك درهم لي راهي يجيب فيهم هو مقارنة بالتعب هنا مراناش نقلله من الدور تع الزوج ولكن هنا كي تكون هديك الزوجة اه في الدار معنتها مرهيش هنا يا فام دوميناج وفام دوميناج عليها القيمة راهي تنقي العفنة تعنا احنا اعزكم الله ولكن احنا كنقول له نسمحو هنا هاد الامور يصيروا في حياتنا انتي تسمحي من حقك تاكليوش قاعد في الطباسة تسمحي من حقك ما تلبسيش ما تطالبيش بالحقوق تاعك انا مرانيش فيمينيست بين قوسين يعني انا نمشي بالعقل والمنطق الى حق بركتع انسان لازم يأكل لازم يشرب لازم يلبس هذا الشيء الطبيعي انتي دوكاتيك تسمحي كاما من حقك وللأسف الشديد يسمحولي الازواج بعض الازواج بين قوسين ما يخموش كامل في انساهم يلبسه ويكله وتصيبه برا في القهاوة يضحك ويلعب كي يجي للدار يدو تولي مزبوطة ويولي هادك الفراك يحاسب عليه كما قولوا هادا حرام كبير كبير في حق هاد الزوجات اللي راهي تتعب انا مقبل كي قلت لكم كوسيرجا للأسف الشديد كي هنا رجل بزاف بزاف ديرين هديك المرأة كلي فام دو ميناج وقلت لكم الفام دو ميناج راهي تنقي في العفن تعنا عزكم الله كي ما راهي تخدم في دارها مرأة ناشا نقوله تخلص ولكن الحقوق تحها الواجبات هاد الزوجة عليك اللي راك انت مسؤول عليها لازم انت هاد المرأة تزيد لها الزين على الزين مش تزيد لها في العمر عشرين لازم انت مرتك تفششها تشريلها تلبسها توكلها تاطيها باش انت هاد المرأة كي تشوف فيها تشوف فيها هكدايا هديك الطاقة اللي راهي رايحة تمدها لك بس انت كي تغبنها هي رايحة تنغبن بطبيعة الحال ما عندها شوش تلبس تقعد مسكينة هديك الجبة اللي مقطعة على الحمها تغسلها وتعاود تلبسها هادي هي احنا مراناش نحكو هنا على الناس اللي عندها ظروف خاصة ولا مراهوش قادر كاي الناس قادرة ولكن بخيل على العائلة التحق هادا شي ما نهربوش كامل منه ولكن ربما كاي الناس بزاف بزاف ما تتجرأش باش تحكي في هاد المواضيع ولكن انا كما داري نقول لكم كي نبدأ موضوع ما نفكر شوشاني رايحة نهدر ولكن الكلام يخرج هكدايا من القلب ونحب نوصله بالطريقة اللي نشوفها انا نقدر نكون صح نقدر نكون غلط ولكن انا هدي هي الفلسفة التاعي في الحياة نرجعوا هنا يا لهاد الزوجة اللي نقولوا متانا ما يقدرش اين ازواج يعني عندهم هاداك الوقت تال عملتهم يكون قصير مثلا نص نهار في نص نهار تاني علش انت تديها غير هاويبك شوف خدمة واحدة وخرى ووفر هاداك العيش الكريم للعائلة تاعك اصلا هديك الزوجة تاعك كي تكون ماناش نقولوا تلبس الماركات كي تكون يعني عليها القيمة اصلا ما تتحقرش على بلكم الناس بزاف تحقر بالعين تحقر في المظهر كي الناس تشوف فيك هكذا يا شغل تحس فيها باللي احتقراتك ربما داك الانسان ما يكونش لابس مليح والعكسه صحيح كي الناس كي تخزر فيك هكذا يا شغل عينيها ينحلو وتهدر معك بطريقة لبيقات بس كل مظهر للأسف الشديد ولا يخبي هدك الجوهر تعالناس الناس اللي الداخل ديالها هاي المظهرها ربما مراهوش قد المستوات عن الناس اللي راي تخزر فيك تقول لي تردك انت كما قلوه رك ارض وكاي الناس ما عندها حتى مستوى وبالك هدك المظهر تحا يكون لائق راي رايحا تتاخد بهدك المظهر اللي شافوا فيه المهم هنا احنا نحاولو كامل باش نكونوا يا سيدين شدوا الوسط ما نعيشوش الفوق الفوق ولكن نعيشو هديك الحياة الكريمة وتانية السيدات اللي تقدر تدير صنعة في يدها تقدر يكون عندها مدخل تنحي الغم على روحها وتنشي الدبان اعزاكم الله على روحها علىه تبخل في روحها ان شاء الله بإذن الله ليه ما تلجايين نعطيكم ربما افكار تحك داي مشاريع كيفاش تطوري من نفسك كيفاش تقدري انت يكون عندك هدك المدخل تاعك الخاص ربما نعطيكم افكار نحكي لكم بالك على حياتي الشخصية ما نحكي لكم شاءنا على حيات ناس وحد اخرين ولا التجارب بتاع ناس وحد اخرين ولكن انا نقدر نقول لكم عندي هكذا يا خبرة في الحاجات اللي انا جربتهم والحمد لله اصبحت مستقلة ماديا ولو انه ولله الحمد زوج الكريم ما بخلع لي بحت حاجة كنت خدامة ولا ما كنش خدامة كيما يقولون خابتنا التصدام بتاعي دايما حامي ودايما الحمد لله مصروفي تحتي يشري لي الحاجة العزيزة ويحوس بي ويوكني ويشربني ولكن دائما نحبو نكونو مستقلات ماديا بعض الافكار بلك راهي رايحة تغير لك حياتك نحن حضروا عليهم ان شاء الله في الفيديو الجاي لكونا ان شاء الله من الحيين هادك صابوا بالسفر سفش بابنات دالي عقلي هادك تعزارك ينقول لكم دالي عقلي ولو انه الحواج مكاش غران شوز يعني غير تشوفوا غير الشيفون خلاق يعبرك بين زارة على الخارج وزارة هنا فرق كبير كبير حتى في اللي صود كي ديروهم حقا حقا هذيك الحاجة راهي صود هذوك الحاجات اللي تحسوهم ما يتلبسوش وما يديرو عليهم الصود ماشي هذيك الحاجة العزيزة كما يعليها القيمة اللي تصيبوا عليها الصود هين وين يكونوا خياتي مركة واحدة اخرين وربما ماشي معروفين وربما ماشي غاليين واخترت تصيبوا حاجات مما شاء الله وحاجات عليهم القيمة المهم اهنا راني نمشي ونسرق الوائل المايس ضربنا دورة في غاردن سيتي هداية عشرقة ولو انه للامانة للامانة اول مرة ندخلوا اللي حبيتوا تضحكوا علياش حال عنده مليحل اول مرة ندخل اللي هنا الحاجة اللي يكتر عليها الهضرة من حبش كامل نديرها اي قلية راسي الدخلي وروح يدر بي له دورة كانت هي المرة الاولى بالنسبة ليه الاخيرة هو من ناحية شباب شباب من ناحية غالي غالي يعني ما نكذبوش على بعضانا كل شي شوي فيه سوى من الماكلة ولا اي حاجة تمسيها اه تشوط كما نقولو ما راهوش كامل في متناول الجامع انا مش يغل على هادي برك لي محبي تنجيه مش يغل على الجانب المادي برك محبي تنجيه ولكن حتى الماكلة ما عجبتنيش كاين حكاية بزاف المهم لحقنا للوصفة خياتي اللي راكوا تشوفوا فيها وانا رايحين نديرو بحول الله هذا يا الكيك اللي يجي في هادي المول العاجب صدقوني خياتي يجي من اروع ما يكن شوفوا كيفاش يجي جي ممتاز يجي مشرب بسلصة اتجي هيلة شوفوا هاداك الكيك تعني وجد فيه دقيقات قدروا قبل ما يخرجوا لي دا تكون من المسيدك ورايحين ديروا لهم هاد الوصفة الخفيفة ضريفة اول حاجة شديد غيسي بيون عندي هنا يا ربعة احبيبات تتاع البيض يكونوا بدرجة حرارة الغرفة يعني يكونوا خرجناهم من الفخ يجي داغ بوقت هادايا من قبل المهم إلا كانوا هادو كل البيضات تتاعكم صغيرين تقدروا ديروا حتى خمسة انا هنا كانوا البيضات تتاعي كبار درت ربعة احبات تاع البيض درت لهم كاس ناقص منه دودوات على السكر العادي لنشربوا به قهيوة قريسة تاع الملح حاجة ضرورية ونبدأ ونخلطوه بالباتوخية نخلطوه حتى اللون تاع السكر وهذاك البيض يرجع لنا بهذه الطريقة يبيض مليح مليح ويدضاعف الحجم التاعوه هنا باش جينا هاديك النتيجة تاع الكيك ولا المسكوتشو ولا اي حاجة اللي تطلع بالباتوخ تضينا هاد القوام الممتاز زدرت له نصف كاس تاع الزيت فرغته على الخطاعة مشي بالتدريج عفوا بس كرا هو طالع هاداك البيض لبس عليه ونكملو نخلطو يا مادام كيما ركيتو فيه حتى ينساجمو كامل هادوك المكونات مع بعضهم عندي هنا هاد الباتوخة تاعلي اوخت اي دوق تحبو انا يعني ما ما نحددش كانت فاني ولا مش ماش ولا خوخ ولا انا نص الدوق اللي كان عندكم تقدروا تديروه لداخل لي ما عندهاش تقدر تعوضوه بالحليب تقدر تسكرفت حبا قارس تسكرفت حبا ما نش عارفة حباتينا ولا عندها هاداك المركز اللي داخل كونجيلاتور زدت حطيت ثلاثة مغارف تاع الكاكاو البني وعندي كاس تاع السكر كامل ونص كاس طالع شوية للفوق هادو هم المكونات الناشفة اللي حنديروهم لداخل زائد باكي ونص تاع خميرة الحلويات حاجة باينا نشدو هديك الفوي تعال تعال الباطير نحركو هكدا شوية باش مديرناش هديك الكاريتة العظمى وتطاير كامل على الدنيا ونولو في شغل كبير ونبدأ ونخلطو هادوك المكونات حتى ينساجموه كامل مع بعضاهم في هاد الوقت يكون هاداك الفرن التاعنا بطبيعة الحال سخن النملي حنندير الفرن التاعي على مية وسبعين درجة ولا مية وثمانين درجة انا عندي فرن هواي تعتري سيتي المهم ما شعلتلوش هنا يا المروحة اخياتي شعلتلو من فوق ومن تحت وحبتلو تاحت كامل خليتو يطيب في غردو شديت هاد المول العاجب حبيتو هادا ولاوحد اخر اي نوع عندكم دهنتو بشوية عزي ترشيتو بشوية عالفارينا وحطيتلو هاداك الميلانش كامل من الفوق ونخبطو هادا شوية بشيخرجوه كامل هادوك الفقاعة اللي فيهم ميتنفخ شو هو مع وجه نرجعو هنا خياتي للقلاساج عندي هنا يا اوبتيلا بدوق الحليب حبيتو تديرو سوداء ديرو سوداء انا درتها دية بالحليب الوزن تاعم ميتين وربعين نغمان مو قرام حكمتها درتها كامل لداخل بسكو هاداك الحفرة تاها هاداك المول العاجب حاجة بينا راهي كبيرة مادا بينا نعمروها شوفو هنا قصرتها كامل داخل ندير لها نصف كاس تا الحليب ونديرو لها مغير فتاعة الزبدة ونخلو هاداك القلاساج كامل يدوب مع بعضها فوق الفورن كيما راكوا تشوفو هاد الباكيران يدرتو كامل هاوليك هاداك نصف كاس انا زدت على النصف غير شوي يبرك وهادا المغير فتا كبيرات على الزبدة يعني حوالي خمسين قرام ولا اقل هدايا تقدروا تديروه الداخل يدوب فوق الفورن كيما قلتلكم حتى نتحصلو على هاديك الصلصة انا لو كانت عندي حبيبة تا البانان كان مادا بيا داخل هاداك الفيد لي جاي داخل هاداك المول نعمروه كامل بالبانان ولا بليفخاز بس صح ما كانش عندي فدار وما صبتش اللي يشري لي يعني كان مادا بيا ندير لها الداخل هاي لك بعد ما طابت تخلوها غير هاكده شوية برده رايحة تتنحى وحدها من هادا المول تشدو تبسي وتقلبوها الداخل حاجة بينها وتنحيوها من الداخل المول دينا باش يشدو يقعد ميل السقش خياتي ما لازمش كامل نخلطو فيه بالموس ولا نحكوه بهذاك باللح ديد حتى ولا قدر الله وتحرقتلك هاديك الموسكوتشو تاعك ولا هاديك الكيكة تاعك من المستحسن تسمت شمخيه شوية باش تشديلو لافات وتغسله بيها وعندي هنال هاديك كرامل ولا هاديك الكابخيس الدايبة درتها كامل الداخل تقدروا في هاد المرحلة تشمخوها بالحليب خاصة في الجوانب هاكده ولا شربت الناس اللي تحب الحلاوة تشمخوه بالمغير فاكامل ساير داير هاد الكيكة باش تقعد لكم طرية انا ما شمختهش ولكن من بعدها ارميت لها شوية تاع الحليب على هادوك الجوانب باش تطرنا هاديك الكيكة حتى ولا صبحت الغدوة من داك تقعد لنا الطرية كيما قدت لكم تقدروا تديروا الحليب تقدروا تديروا نيسكافي تقدروا تديروا الشوكولات على الغبرة وتانيت تديروها في الحليب كيما راكوا حابين تقدروا تشمخو الكيكة تاكم حتى بالشربات كيما راكوا تشوفو خياتي زيهنتها كامل ساير داير بهذاك اللوز ايفيلي وتانيت هاديك الوردة حطيتها لتزيهن برك هنا كيما قلت لكم لو كانت كاينة هديك الحبيبة تاع البانا اللي دارتها في الوسط هديك شوكولات شغل تطلع لي حتى الفوق هنا يا حسيت شوكولات جات قليلة ما عمرت ليش كامل هادك الفيد تاع الكيكتاي المهم انتم ما يا اما تضعفوا الكميات على الشوكولات يا اما تديروا نوح تاع الفواكه اللي تحبوهم سواء ناناس ولا الحاجة اللي راهم توفرها وكي تفرغوا هديك شوكولات جينيفو هكدا يا مع هديك الكيكاتة احنا شوفو كفاش جي طريات جي مشربة اتجي من اربع ما يكونوا هديك الصلصة ما تجيش هكدا يا حلوة بزاف تجي ممتازة نتمنى تجربوها تقدروا تانيت خياتي تديروهم هكدا يا فليمول فرضيين كينين هادوك ليمول شغل تاع الكيك العاجب هديك ولا هادك المول العاجب بتديرو فيه اه وحيدات هكدا يوحدهم وتقدروا تقدموهم حتى لوليداتكم كلومجة للمدرسة نرجعو خياتي للفقرات المتنوعين تعنا ونرجعو دوكاتي كالافريشة بنت القصبة هدي الماركة التاعي انا خياتي يعني هاد الافريشة اافريشة بنت القصبة يعني ما تحت وحدة غاني نوري لكم فيها هاد الافريشة الخاصة بالماركة ديالي اللي هي بنت القصبة الماركة التاعي المسجلة ولله الحمد كيما راكوا تشوفوا هنا خياتي عندنا هاد الالاكوات اللي اكتر منها رائعة شوفوش حالشبه وقد ما راهي شبه صدقوني خياتي والله ما راهي كيما الحقيقة ونحلف بالله وانا مشي ما نحبش نحلف بزاف ولكن الحقيقة تحشبه بزاف بزاف على الصورة وعندها هدي دوب الفص جيها باج وجيها كيما راكوا تشوفوا ما تلاسيه في الالاكوات هدي بهدايا الافلغ فيها خياتي سي بيس وعندنا زوج مخايد في الباج زوج مخايد في الافلغ عندنا هدي لاوس وعندنا لاكوات هدي يا راهي بسبعمائة الف عالش سبعمائة الف باسكو فيها لاوس هدي مايش سنك بيس خياتي يعني الناس بزاف تحب تقارن من الاسعار اولا الخدمة ما شاء الله وتانيا نراهي ست بياسات ماشي خمس بياسات شوفوا الخدمات تحاكي فاش جاي يا خياتي ما شاء الله كيما قلت لكم زوج مخايد في الافلغ وزوج مخايد في الباج لاوس ولا كوات اللي ممتازة 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 كي نقول لكم هاي لا هاي لا كيما ركو تشوفوا حقياتي هنا عندنا دوزيان موديل عندنا هاد لاكوات غري سوري بالباج اللي جاي مخططة القمش تحاكي نقول لكم اكتر من رائع يعني القمش اللي راني دايرة بها كامل ممتازة نحكي تانيت على الموديل تاع القمش شوفوا الشكل تاهم خالف كامل الناس اللي تحب هكذا يا الحاجة في السامبل جاية بزاف بزاف شباخياتي ممتازة شوفوا التطرح تحاش حال الشباب ولو انو كيما قلت لكم تصوير مطال هاش هكذا يا حقها مليح جايدوا بالفاص من تحتها بالباج هادك التحتاني دياره جاية ام بريمي شوفوا لاوس هنا خياتي راهوا لاستيك من الطرف لطرف كنت ندير لاستيكات هادوك اللي يدخلوا كامل على المضربة ولكن هاد الخطرات درتلكم هاد لاستيك اللي يجيكون يجي مراه وش رايح يقل حالكم من المضربات تاعكم مراه ساير داير يعني انا كل مرة ما دا بيا نخدم لكم حاجة احسن من اللي كنت نخدمها حتى ولو انو لاستيك زيادة ومصاريف زيادة ولكن وش عليه كي نخدموا هادك المنتوج وحنا يا راضيين عليه نخدموا هادك الخدمة الشابة اللي كيتلحق للكليون تتكون صاتيسفات الدنيا باللي فيها انا وحدة من الناس تقولوني خياتي ما نحبش نشري حاجة وطيح لي ماشي مليحة انا باشرق ما انا في منتومة انا من هاد الباب نقيس كي نروح نحط حاجة ولا نعرضها للبيع مدابية تكون حاجة يعني لي يخسر عليها دراهمو تكون عليها القيمة نرجع خياتي لهاد المودال الثالث هادا يا اكاغو اللي فيه الاول بي يعني هاد الجيهة الباج الا ونفس القماش اللي رانا ديرينو مل تحت هادك البي يعني اكاغو كي ما راكوا تشوفو من الفوق بلون بالباج ومن تحت هادا باج بالبلون لكاغو ومن تحت عندنا البيض دانيت بالباج فيها سي بياس خياتي الخدمة التحى ما شاء الله صدق الله العادي من حب سقيقة للأدان ونكملكم الأوديو كي ما قلت لكم خياتي راكوا تشوفو في هادا الكوات اللي جاية سي بياس ما نعفو لا قلت لكم ولا ما قلت لكمش فيها اربع مخايد زوج في البيض وزوج في الباج كي ما راكوا تشوفو فيها وراهي دو بلاس هادا تانيت البخدة حاخياتي ست ميل ديناخ هادية اللي راكوا تشوفو فيها توصيل حسب كل ولاية التوصيل بربعين آلف وكي ينشحل من ولاية شركة التوصيل راهي دايرتهم بخمسين آلف فقط التوصيل يعني هاي دايرتهم حتى الـ 25 نغمال من أكتوبر تحبس هديك البروموسيون راهي دايرتها غير بخمسين آلف شحل من ولاية خمستاش من ولاية من ولاية الوطن راهي داير عليهم تخفض المهم كي ما راكوا تشوفو اللي عجبتها هادا لكوات كي ما قلت لكم هاد الاكاغو كينا هادية الاكاغو كحل بلا بيت خياتي بزاف بزاف شبه هادية فيها الـ A وفيها الـ B هادية لاوستحات جي كحلا خياتي وهاديك الباج جي لاوستحة باج بالبلوند جي لاوستحة بيدا كين اخوات بزاف قالوا لي شافوها مصورة يعني كي حطيتها هكذا في الانستغرام قالوا لي يا نول هاد الكحلا خلينا لاوست فيها الباج على كل حل خليت لهم فيها هاديك لاوست الباج انا المهم صورت بيها برك ولكن هي لاوستحة اللي تكزيستي في النواغ مع هادا نواغي بلوند ولو خلال باج بالبلون حاجة بينا لاوستحة راهي البيضة مع هاديك الكوات اللي جاية باج بالبلوند وش راح تنزيد نقول لكم تانيت على الكوات حاجة كتريحا نقولها لكم ونسيت فيها خياتي هاديك الباج فيها نغمار موند تاع بلاسا ونصرهم حبيبات برك ما كاش بزاف حتى الكمية تاع هادة لكم كوات اللي درتهم راحيكمية محدودة صح لياربي غير شوية قماش برك اللي راني درت بيها معنتها اللي عجبها هاد القماش راحي رايحا تكمن ديه ومن اللي يامات الجايين اكيد هم رايحين يكونوا ليموداد لزاف بزاف المهم خياتي نرجعو لحد البيجامات تاع البولاغ اللي را كنت شوفوا فيهم هادو مخياتي الكاليتي تاحهم اكتر من رائعة شوفوا كيفاش جايين القماش تاحهم ممتاز الخدمة تاحهم الله يبارك راهم توفرين نورمان مو من خمس سنين وقيل اولا من اربع سنين واطلح للفوق ليلاج اللي فيها هاد البيجامة تاع البولار فيها شحال من 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 موتيف هكذا اللي را كنت شوفوا فيه في اللي فتريكو كاي اللي فيها القنينة كاي اللي فيها هديك شغل قطة كل واحد وش فيه كي ما را كنت شوفوا للموداد لكاين عندنا في الموض عندنا في البلو اللي تتلبسوا لادو وبنات وعندنا تانية في الغز المهم هادو مديرو خياتي ميتين وعشرين الف كي ما قلت لكم الكاليتي تاحهم بزاف بزاف شبا يعني كاي الناس بزاف شروهم وعجبوهم اللي شرووا بالمناسبة علينا كامل صور بيجامة تاعنصة ولا ولا لجوكينج تاع دراري ولا لبيجامة اللي شردت اي ارتيك لنقول لكم ان شاء الله تلبسيها بس حول هنا والغوطوخ تاعكم يعني كيت ببعتوا اللي ميساج وانا البنات يبعتوا هم لي بس كوانا ديرا لبنات هما اللي يستقبلوا عفوا المكالمات ولا يرسوفوا الميساج دي ولكم سوا في الانستغرام بنت القصبة شوربينج ولا في الفيسبوك هاد نميرو خياتي اللي راني حطته لكم في الشاشة هدايا فيه فيه فيبر وفيه تانية خياتي واتساب هكدا تقدروا تانية تتبعتوا الصورة تاع المنتوج اللي ركو حابينها راني حطيت فلاباش تاع الانستغرام والفيسبوك ولا تديروا كابتور من التليفون وتبعتوا هادك صورة اللي ركو حابينها يان اخواتي خلولوا لي في تعليقات يقولوا ليانا والكيفاش نديروا لا كوموند سهلا مهلا لا تعيطين نميرو التليفون اللي راهو خارج لكم على الشاشة وتوري ولا تهضري على الصورة تاع المنتوج تخلي الاسم ونميرو التليفون الولاية وتانية العنوان باش هكدا يا شركة التوصيل توصلها لك لغاية باب المنزل وحاجة بين الدفعة له رايح يكون عند الاستيلام هايلك هادي ثانية كيفاش جاية كما قلت لكم القمر اشتحى بزاف بزاف شباب وحنين ويوالم الهاد اشتواء اللي راهي جاية نرجعوا هنا يا خياتي لهاد سراول اللي راكو تشوفوا فيهم خياتي هناك لين هاد سراول اللي جاين هكدا يا في القطيفة هاديك الحنينة سراول ممتازين يعني سروال ماشي فيزو سروال وهو سروال تلبسه مع تريكو ما شاء الله هكدا يا للدار كل واحد واني حبي يستعملو كاي اللي حبي يستعملو تحت الجبه كاي اللي حبي يلبسو واحدو هادي ترجع كل انسان كيفاش يستعمل السروال ولا هاد كنفيزو اللي راني انحط فيهم هادو ما تعالى البنجلاداش خياتي وحنا الناس اللي تعرف يعني الاقمشة ولا الحواية تشتعى البنجلاداش بزاف بزاف الكاليتي التحهم مليح والحاجة المليحة في هاد سراول خياتي اللي فيهم لاطي كامل ويلبسو احتل هديك لاطي الكبيرة وفيهم الالوان وفيهم الاشكال السعر تحهم بزاف بزاف مناسب سعر تحهم خياتي غير خمسة وتمانين الف شوفوا يعني سروال تعقاطيفة بهاد الشكل وبهاد اللي دي تاي بالجيب وبالخيط ديال وبهاد آآ بهاد السعر يعني يراه ممتاز كما قلت لكم فيه كامل لاطي فيه الآل فيه الآن فيه ولباسي نشوفوا هدا تاني تلي جاي مخطط هدايا فيه القري سوري وفيه القري شوية كلار عندنا في السامبل عندنا نخطط عندنا هدا شغل بيض فيه كالي آآ شغل هكدا سحابت بالفيولي عندنا هكدا يعني كاينين اشكال وانواع بزاف بزاف راهم خارجي لكم كيما قلت لكم آآ راهم الكاليتي تتحهم بزاف بزاف شباب الغسلي ولبسي يا مادا ما تخافيش كامل شوفوا هدا تاني تنواغ فيه شغل كالي انقيطات هكدا يا بالبلون هدوما كيما قلت لكم السعر تحهم خمسة وتمانين الف نارجعول هاد البنوارات عندنا زرق بالبيض عندنا هدايا غري سوري بالباج عندنا غوش بغي كعندنا البلون وعندنا هداك الغوز آآ اللي فيه تاني تبيض وفيه تاني تقري هدوما اللي عندنا تعلي بينوار هدوما السعر تحهم خياتي تلتمية وخمسين الف عندنا هد اللي بزاف بزاف شابين صدقوني خياتينا وحدة ديت وحدة منها بسكو بزاف بزاف شابة الكاليتي تحهم متزا هادي تضرب لك سنين ومنين ما تحول ما تزول كي نقول لكم هايلا هايلا هادي فيها كامل اللي تاي شوفوا فيها حتى لنغمامو تخوة اكس أل لا هي بارك يعني كي تكون وحدة لا هي بارك جايبا روحارة هي راي حجيها بسكو بباسة تخوة اكس أل تحاره ويعادل جبل اللي اربي اه كاتي تتسأل بسكو بزاف كبيرة فيها هاد الغوز فيها هاداك الاخضر الزيتي نغمامو وفيها هاداك الماغون والحاجة المليحة اخياتي في هادا السيوفات هادي اللي راكوا تشوفوا فيها فيها حتى الاس والام الاس والام عندها يلبس هاداك الاس يلبس بزاف شابة يعني راهي بينها ولكن قدامي راني نحكي لكم على الحاجة اللي انا شفتها يعني حاجة ممتازة اه تقدر هادا يلا لبسوها البنات وهدي لباسة يعني تلبس صغيرة تلبس الكبيرة ما عندهاش هادية لاش كي نقول لكم الموديل تحها وحتى الكاليتي تحها اكتر منها عندي زميعitty عزية هاد الاس الزيتي غشي غبرت قبل يديرو ثلاثمية وعشرين اللف عندنا هادو ماتع بخيمة كانتunes هادو تعديزين لاراكوا تشوف في هم يديرو ٢٥ الث,, لابناني ثلاثمي ثلاثميث Rescue أجل التحهم ممتاز PUY bought the space op لكي ما كي لابسها هكذا يا حاجات عخرجة يعني لفينيسيون هادا كي الكل كيفاش واقف حتى هاد القطيفة تهو ريحة هكذا يا الحرير ممتازة لكل اغلية راكو تشوفو فيهم سوى في هادو لفشانال عندي في شانال كين في الفير كين في الغوج كين الغز هادي خلاصة غز بيبي بعدت لي شوية من هاد الغز اه في الفيكتوريا وتانيت هاديك الشانال نوع وحدة اخر خياتي المهم تدخلو للباجعة تعال انستغرام ولا الفيسبوك راني حطا كامل تصاور هكذا بشي تسهلو لكم لي موديل حبيت شغل نعاود نوريهم لكم عنقر بشوفوا القمش تحهم خياتي كيفاش جاي هادية البيضة بين القمش تحها كيفاش جاي سيبو اخصى صورتها لكم هكذا يا بش شوفو الكاليتي تعال القمش هاد لي موديل تاع الشانال فيهم لادون تال جاي على يدين وعلى الرجلين وفيهم تانيت شحلم اللون نغمامو 8 الوان على كل حال انا مقدرتش نصور لكم يعني كلش بلي دي طاي كانت تانيت هاد اللوخس انا عجبتني بزب بزب هديك البيجاما الكحلة تعال اللوخس صراحة ممتازة فيها تانيت الام هاداك الام خياتي يلبس البنات تاع تناش تلتاشن سنة اربعتاشن سنة يلبس هادي تاع دونالد اللي را كنت شوفو فيها هاداك الام وبنتها يعني تقدري تلبسين تي وبنتك تلبسي نفس الموديل هادي جاية في الكبار خياتي هاد الموديل تعال الكبار تعال الكبار تعال نسا مرهوش تاع دراري صغار هادي راح يفلي طاي الكبار وهادو ما لبيجاما اللي يلبسو اطناش تلتاش ربعتاشن سنة هادو ما لبيجاما اللي را كنت شوفو فيهم يعني كاين الناس يبعتونا صور حنا متكنش تلبس هادي كلاطي هاكده حبيت نسهلكم شوية المهمة هادو لي فيزولي وريدهم لكم مقبل قتلكم يديروا سبعين الف قاعدوا حبيبات ما راهمش كامل ليكون لاخ ديسبوني بل كاينين بعض الالوان راهم خلاصو هاكده يا وكاينين اللي مازال شوية فيهم يكزيستيو حتى خياتي هادو كلابات راهم متوفرين كيما قتلكم راهم متوفرين هنا يب كامل الالوان والاعمار عندنا من من حديتي الولادة يعني من نهار في عمره هادك البيبي حتى الليبات تاعة 8 سنين 10 سنين هاد ليباته اشيام يعني الماركة معروفة شوفو كفاش جايين هادي مشيقل هاديك ليبا يجايها هاكده يا كتشوي لقت غسليها راحي رايحها شغل كامل تتهلهل هادي تلبسيها اشتاو تزيد اشتاو حد اخر إلا ما كبرتيش عليها المهم وجايين الى سيكي خياتي حتى كيبسها هادك الاخر الطفل يعني هما الكتراجيين تاع البنات هاد ليبات خياتي اللي راكو تشوفو فيهم هادو ما يديرو خمسين آلف ليبا وحدا ولي داتة ربعة حاجة بينها حتولي لها بربعين آلف ليبا حتنقص لها يعني هاديك هاديك الميتين دينار في الربعة يعني تنقص لها عشرين آلف هاملك ليكون لغلي جايين كامل في ليبا كانين تانيت اشكال خلاصوا منهم وكانين اشكال ما زالوا شوية شوية منهم راهم متوفرين كما قلت لكم في كامل ليطاي نيمغو التليفون اللي راهم خارج لكم على الشاشة تطلبوا منه المنتوجات كامل اللي راكم حابينهم كما العادة والعوايد تتفاهموا مع البنات اللي راهم يلوسوفي وليزابال تأكدوا طلبية تاكم باش حق داية توصلكم لغاية باب المنزل وكي توصلكم لكمونت تاكم وتشدوها اكوا رايحين ان شاء الله تخلصوها وتخلونا هادك الكومونتير شباب ولا كيتعودوا تعيطوا في تليفون قولوا بلي عجبتنا الحاجة ورانا فرحانين ومن دمناش على التيقة اللي دلناها في بنت القصبة وانا ان شاء الله بإذن الله مرانيش رايحة كامل مخيب هاديك التيقة التاكم فيها دو يا مادام نرجعو اللي بلاد عندي هنا يا هاد اللي بلاد اللي جو كما الكوفغولي دوكاتي كراهو برد الحال ترميه يا مادام على هادك البنك ديالك يزيد فيه النص يعني غير هادك لاوص بركو هاد البلاد من فوق شيعة وشبعة تقدري تحطيه فوق كوات تقدري تحطيه فوق كوفغولي تقدري تشبحي به فوق البنك تقدري تكوني تقري ولا تشربه في نيج القهوة ودير اي حق دايا على الرجليك أعزكم الله المهم هادايا فيه نغمامو 240 على 220 هذا الله يبارك يطح فوق البنك هادايا يدير 450 ألف وعندنا هاداك لي فيه 220 على 173 هاداك يدير خياتي 320 ألف هاداك راهو ماوش مصور فوق فوق اسمو الفوتك رجعو تانيت للصالون خياتي وهنا يحبي تنقلكم باللي رانا ديرين خياتي الكولوغاسيون وليماش رانا ديرين هم بخوموسيون اللي راهي حابات بروفيتي اللوكازيون ليماش توعنا رهم يبدو خياتي من 350 ألف ليماش تقدري تديري ليماشي لكن شعرك يعني ما راهوش رايحي يكون لك بزاف تقدر تحبس لك في 350 ألف لكن شعرك طويل وياكل دوز حاجة بيناركي رايحة تزيدي شوية شوية عندنا لابي دي كور عندنا نديروها 350 ألف الماني كور نديروها 250 ألف وعندنا العلاجات تتع الشعر يبدو من 600 ألف معنى تهائلة كان شعرك فلي نورم يقعد لك 600 ألف سنو يطلع يولي 700 800 على حسب شعرك وعلى حسب المنتوج اللي رايحة تديريه عندنا هدا تعز اللي تقعدوا لي فيه تلت حبات خياتي إلا راكم مهتم من تاني تباه راكم ما فهمت شوش دخلو في وسط الحفافة كيما قلت لكم الكولوغاسيون اللي رانا ديرين عليها خياتي بروموسيون تقدروا تجوزو عندنا الكولوغاسيون تبدأ من 200 ألف معنى تا عندك الكولوغاسيون تديريها تابليكيها عندك هديك لأكوب مع البروشينج عندك 100 ألف مادام وعندك تانيت كولوغاسيون تاعة كي تديريها تقدري حتى تجيبي البروشين ديالك يعني تعال لي تحبي تديريه انتي ونبليكي ولك هديك لأكولوغ ديالك مشي كامل مشكل المهم عندنا هنا يا الماكياج الناس اللي عندها مناسبة الناس اللي عندها عرس الناس اللي عندها عرضات هكدا يا راهي حابة ماكياج الخفيف يبدأ خياتي من 250 ألف والمشيط يبدأ من 350 ألف عندنا الانجولي يبدأ من 200 ألف 150 ألف على حسب خياتي الشعر احنا مدى بينا هديك الزبونة تجي عندنا للصالون نشوفه وش راهي حابة وتولينا شعرها ثم تكنطوها هديك السعر بالضبط بصحة أنا هكدا حبيت نختصر عليكم نعطيكم أبي بخي الأسعار كيفاش كما نقولو يمشيو الماكياج ديالك 250 ألف يعني تقدري تروحي به للعرس بليفوسيل حاجة بطبع وشان هدك الماكياج كما مداري نقول لكم دايما الكاليتي التاعو بطبع وتانيت اللي ديروه مايك أب أرتيست محترفين لكل واحدة كي تشوف هديك الزبونة تقدر تعرف الحاجة اللي تخرج عليها حاجة بينا تحبي الموديل اللي راكي حابة وتجيبه وهم تانيت يقدمو لك النصيحة أسكوا هد الحاجة تخرج عليك ولا لا 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 لحقنا نهاية الفيديو خياتي